دكتور ياسر البرنامج الانتخابي يعني عرضه المرشح عبدالسند يماما رؤية حزب الوفد وهو يعني من أعرق الأحزاب المصرية ما كانش يعني أعرقهم جميعا والأقدم حضرتك بتشوف إلى أي مدى كانت هذه الرؤية تمثل رؤية حزب الوفد أقول لحضرتك هو ميزة الدكتور عبدالسند يماما إنه داخل يتكئ على حزب الوفد ده حزب الشعب عمله وده الحزب الوحيد اللي طلع من تحت الفوق عكس كل الأحزاب ممكن تصدر من رجل أعمال وتؤسس أو تؤسس بتوجيه من رئيس جمهورية فحزب الوفد هو حزب يشعر بالمواطن لأنه هو حزب الشعب كله في كل طوافه الدكتور عبدالسند يماما متكع على هذا الحزب الذي مارس الحكم ومارس المعارضة يعني الحزب الوحيد في مصر اللي مارس الحكم ومارس المعارضة فعنده تجربتين عندما كان يمارس الحكم كان من أنزه الفترات التي حكم فيها الشعب المصري وعندما مارس المعارضة كان معارض شرس في حق المواطن المصري ويميل إلى الشعب المصري باعتبار أنه هو السند للشعب المصري هو الشعب هو أصلا القائد وهو السيد وهو المعلم وهو صاحب السيادة الفعلية الشعب المصري هو الذي يأتي بالرئيس وهو الذي يذهب بالرئيس وبالتالي كل رهان الدكتور عبدالسند يماما وحزب الوفد رهان وعلى أن الشعب المصري يتقبل البرنامج ويتقبل مرشح حزب الوفد وإن شاء الله السندية عند الفرز ستعبر عن هذا التعبير الواضح والانحياز الواضح لمرشح حزب الوفد طيب في وضع بقى البرنامج الانتخابي يعني الحزب كنتوا بتتطفقوا كنتوا بت يعني كيف تم صياغة البرنامج الانتخابي البرنامج الانتخابي الحزب الوفد لازم يمشي مع مبادئ حزب الوفد مبادئ حزب الوفد حزب مؤسسي عند مجموعة من المبادئ التي أسس على أساسها منها الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وأن الدولة المصرية دولة ذات أولوية عند الوفد ويتقدم عن الوفد والوفدية الأمن القوم المصري أمن معتبر عندنا مجموعة من السوابت الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وكذلك الاقتصاد الحر مجموعة هذه المبادئ تم وضعها أمام من يصيغوا برنامج الانتخاب بالدكتور عبد السند بحضور الدكتور عبد السند وبعض الشخصيات الوفدية سواء كتاقتصادية أو سياسية أو تشريعية فنحط هنا مبادئ حزب الوفد وهنا المتخصصين والبرنامج جه ملبي لمبادئ حزب الوفد مع الرؤى الجديدة وللمتخصصين مع ما تعلم منه البلد في هذه الأيام خاصة الشق الاقتصادي وكذلك في التعليم باعتبار أن التعليم هو قاطرة التنمية للاقتصاد والسياسة وأي قضية من الأضايا أو أي مشكلة من المشاكل التي يتعرض لها الوطن أو حتى لنهضة الوطن